في الدرس ده هنتعلم عن Illustrator Work Spaces والInterfaces بتاعته والPanels بتاعت البرنامج شكلها عامل ازاي اماكنها Tools مكانها فين Artboard اللي بنرسم فيها مكانها موجود فين و هكذا في الغالب مش كل الناس عندها نفس Layout اللي قدامكم عشان كده هنروح لEssentials Classic وهنختار منها Essentials Classic لان لو عندك الاصدار الحديث اللي هو Essentials مش هتشوف الجزء اللي فوق ده من البرنامج اللي هو Control Bar فلو فيه حد بيستخدم version قديم من البرنامج مفيش مشكلة كلنا هنستخدم Essentials Classic علشان خاطر الناس كلها تقدر تتابع الدروس بسهولة ان شاء الله برضو لو حد بيستخدم اصدار قبل 2018 مش هيشوف البانيل اللي على اليمين اللي اسمها Properties Panel ودي مش مهمة اوه لو انت ما عم باكش الاصدار الحديث ما تزعلش يعني يا كل فيها شورت قط للControl Bar او شوية Tools او حاجات من الPreferences دلوقتي عندنا في الجزء اللي في النص اللي هو المساحة البيضة دي الأرت بورد بتاعتنا اللي بنرسم فيها وبنعمل فيها التصميمات بتاعتنا ودي اظن بينا يعني جدا وعندنا على الشمال Tool Bar البار اللي فيه Tools بتاعتنا ممكن نختار منها الادوات اللي بنستخدمها في التصميم فمثلا عندنا Selection Tool دي بنختار بيها العناصر بتاعتنا التصميمية زي مثلا الحرف ده او الكتابة وهكذا وفي عندنا الPin Tool دي adapt رسم بنرسم بيها اشكال الType Tool للكتابة الRectangle بنرسم بيها مستطيلات ومربعات في عندنا برضو Eraser Tool اللي هي الاستيكا اللي بنمسح بيها الحاجات مثلا لو دوسنا Shift و E الشورت قط بتاعتها ببان زي ما احنا شايفين جنب اسمها برضو عشان لو عايز تعرف اسم اي طول ممكن تقف عليها بالماوس فمثلا دي العدسة لو قفنا عليها نلاقي Zoom Tool وي الشورت قط Z او Z حرف Z وفي عندنا لو دوسنا Z على الكيبورد كده احنا اخترناها وفي الHand Tool اللي لو دوسنا Edge برضو هنتحكم في الArt Board نعمل Navigation او نتحرك خلال الArt Board بتاعتنا طبعا هنتكلم عن كل الادوات دي ان شاء الله في الكورس بتاعنا بالتفصيل لكن دي الTool Bars على الشمال في الجزء اللي فوق عندنا Control Bar ودي فيها مجموعة من ادوات التحكم في العناصر اللي احنا عملين لها Select او مختارينها في الArt Board بتاعتنا فمثلا لو احنا عملين Select مساكنا Selection Tool من Tool Bars وكنا مختارين كلمة Art Work عملين عليها Select نقدر نغير لونها من فوق من عند المربع ده في مجموعة الوان ممكن اللون الماجينة ده مثلا او ممكن نرجعها للقابية التاني بكل سهولة زي ما انتم شايفين وفيه عندنا ممكن نغير مثلا الفونت بتاعنا لو احنا عايزين نغير شكله عامل ازاي من هنا وزاي ما احنا شايفين فيه Preview لكل فونت مغرد ما بنقف عليه وممكن نغير عايزينه Italic او Bold وهكذا والفونت Size ممكن نغيره من الجزء ده ممكن نعمل Online للعناصر بتاعتنا من Online Panel اللي اللي ودوسنا عليها تحتها نقط كده دي معناها انها Panel زي Transform برضو Transform Panel ممكن نعمل Transform للشكل بتاعنا نغير ابعاده نغير مكانه وهكذا عندنا ال Properties Panel اللي على يمين فيها نفس الكلام مغرد Short Cut للControl Bar اللي فوق عندنا Transform فوق بعد كده Appearance فيها Fill Color والStroke نفس الكلام اللي موجود فوق ممكن نغير اللون من هنا برضو وعندنا الجزء اللي تحت ده ال Character اللي بنتحكم فيه في الكتابة بتاعتنا بتاعت كلمة Artwork وهكذا وطبعا الخيارات او Options او ادوات التحكم بتختلف في اختلاف العنصر يعني مثلا احنا دلوقتي مسكين كلام فظاهر Font Size ونغير الفونت ازاي لو مسكنا عنصر Graphic مثلا زي الشكل ده بين حياتي علاقة بالColor بتاعه تعمل Recoloring له مثلا وبرضو في Properties Panel اختلفت ال Options اللي في الجزء الصفلي منها لو عملنا De-Select مش مسكين اي حاجة خالص هنلاقي ان ال Options اللي طلعلنا عامة جدا زي Document Setup او ان انت تدخل على Preferences ونفس الكلام تكرر في Properties Panel ك Shortcut برضو ممكن تغير الوحدات من فوق حاجات General ممكن تختار inches سنتيمتر او تظهر المسطرة اللي حوالين Artboard او تظهر شبكة وراء التصميم او تخلي الخلفية شفافة وبمناسبة الكلام عن الجزء اليمين ده عندنا في البانيلز بتاعتنا المختلفة زي مثلا Libraries هنلاقيها في النص وجنبها Layers ممكن نرجع تاني لل Properties Panel او في عندنا مجموعة الايكونز دي كلها اسمها Iconic Panels ودي عبارة عن بانيلز برضو بس على شكل ايكونات ممكن نقبرها او نشدها من الطرف كده عشان نشوف اساميها يحبز في الاول كبداية نخليها مجدودة كده عشان نحفظ اسامي البانيلز واحدة واحدة بعد كده هنعرف شكل الايكونز لو دوسنا على Swatchز هنلاقي البانيل بتاعتها تفتحك دي فيها مجموعة الالوان اللي احنا برضو فتحناها من فوق من ال Control bar من شوية وفي عندنا لو عملنا زوم عليها هنلاقي ان فيه hamburger menu على اليمين فوق فيها مجموعة خيارات خاصة بالبانيل اللي احنا فتحنا زي مثلا New Swatch New Color Group وبرضو بنلاقي زراير تحت متقررة في المينيو اللي احنا شفناه من فوق دلوقتي يعني مثلا New Swatch موجودة هنا لو فتحنا المينيو تاني هنلاقي اول واحدة مجموعة Shortcuts يعني البرنامج بحاول يسهل علينا الدنيا شوية برضو نقدر نشد السواتشز بره المكان ده ونخليها floating او طائرة في اي مكان في الارت بورد بتاعتنا عشان خاطر نبقى شايفينه نقدر ندوس علي double click تعمل لها collapse ولو دوسنا عليها click واحدة هيتعمل لها expand تاني وممكن نعمل لها dragging نرجعها تاني وسط البانيلز دي الاول ما نشوف الظل الازرق ده ظهر معناها ان احنا ممكن نعمل لها docking او نركبها مع البانيلز دي او ممكن نحطها في ال اي كونيك بانيلز بتاعتنا في اي ترتيب احنا عايزينه وممكن نعيد ترتيبها تاني ممكن نخلي السواتشز فوق البراشز للترتيب اللي احنا حابينه مثلا نخلي مجموعة الفرش والالوان مع بعض عندنا في الجزء الصفلي هنلاقي في الخطوط مع بعض اللي هي character والparagraph والopen type فوق بعضيهم يعني ترتيب لو انت حابب ترتيبهم هم في الغالب يتفيدهم مع بعض مترتيبين مثلا الحاجات دي لو انت مش شايف البانيلز دي هتروح لويندو انا كنت ضفتوهم لي iconic panels ممكن تختار اي panel من اللي انت عايزها لو انت مش شايفها هتلاقي دايما في ويندو وطيب هتلاقي فيها character والcharacter style والopen type البانيلز دي اللي هي موجودة مفتوحة قدام نعلمين هي ما بتبقاش مفتوحة باي ديفولت فانت تقدر بتفتحها مثلا زي character style وممكن نضفها لي iconic panel بان احنا نعملها dragging ونحطها مثلا مع مجموعة الخطوط او البانيلز بتاعت الخطوط ترتيب عندنا كل البانيلز دي مع بعضها في الجزء بتاع الخطوط لو عايز اشيل اي panel هفتحها وعملها drag لبرا واقفلها عندنا برضو في البانيلز اللي عليمين layers في الغالب هي مكانها مش كده عندوكو هتلاقوها في وسط ال iconic panels فانا ممكن اعملها drag ورجعها تاني وسط ال iconic panels اللي احبب بحطها هنا بس هي عشان مهمة جدا ال layers فانا حبب بقى بقى بحطتها فوق فبعملها drag بحطها في الجزء اللي عليمين اللي هي layer بتبقى مفتوحة بالطول ممكن اعملها drag اقصر طولها واضيف اي panel انا حابب بحطها في الجزء الصفلي يعني انا باريكم ان الموضوع customizable جدا وممكن نعدله بالشكل اللي رايحنا تصميميا فمثلا stroke panel بقت تحت layers ممكن تكون دي مهمة جدا عايز اصغر المساحة بتاعتها ادوس على المثلث الصغير ده او المثلثين دول بقت قصيارة ومضغوطة عايز اعمل لها expand هدوس عليها تاني عشان خاطر ابقى شايف ال options وال settings بتاعتها او ارجعها ل the iconic panels تاني بقى في النص وممكن نعمل drag تاني layers panel بحيث تبقى طويلة واخدها الطول بتاع الشاشة كله عشان في دروس هتلاقوا layers دي كلها layers فبتبقى محتاجة تبقى طويلة شوية برضو ممكن نعمل expand ال panels دي بحيث ان احنا نخليها كلها باينة قدامنا من الزرار ده او ممكن نعمل collapse اللي هما expanded قراريدي عاليمين بحيث ان هما يبقوا iconic برضو ويددون مساحة اكبر من ال art board اللي يقدر نشتغل فيها وبردو tools ممكن التول بار ممكن نعمله collapse يبقى صف واحد او expand هو يعتبرش expand او بس بيبقى صفين وممكن نتحكم فيها من الجزء اللي فوق ونعمل لها drag نخليها برضو floating وعيمة في ال art board بتاعتنا وممكن كمان نعمل لها docking على الجزء اليمين مع panels اللي احنا حابين بحيث يبقى كل الحاجات على الجزء الايمن او نرجعها تاني لجزء الايصر ومجرد ما بنقرب بيظهر الضل الازرق ده معانا ان احنا ممكن نعمل لها docking في الجزء ده وطبعا انت ممكن تكاستمايز الworkspace بتاعك وترتبه على الشكل اللي يعجبك وتعمل save بعد كده للlayout اللي انت عملته الجديد ده او ممكن تعمل اكتر من workspace وتتحكم فيهم بعد كده طيب لو حابين نسايف workspace هنروح للجزء بتاع essential classic ممكن نعمل reset نرجع essentials classic زي مكان تاني فمعنى كده ان انت ممكن تجرب برحتك ما تخافش وما تقلقش ممكن تعملها reset في اي وقت او ممكن تعمل new workspace وتسايف اللي انت عملته ده كworkspace تاني مش عبقى essentials classic ممكن تسميه main workspace اللي هو الworkspace الاساسي بتاعك وبعد كده ممكن تختار مثلا من الحياة اللي موجودة قردي من ادوبي زي painting مثلا وده شبه اللي اوت القديم شوية بتاع ادوبي واكيد ناس كتير بتحب اللي اوت ده لو غربوا البرنامج قبل كده وممكن ترجع تاني لي المين workspace اللي انت لسه عملله saving دلوقتي فيه برضو زرار مهم جدا هو زرار التاب اللي فوق الcaps lock لو دوسنا عليه هيخفي كل tools بتاعتنا والpanels وده مهم عشان لو عايزين space اكتر او نعمل screenshot ولو عايزين نرجع الحاجة بتاعتنا تاني هندوس على tab هترجع تاني الpanels والtools طيب ازاي دلوقتي نسايف الفايل بتاعنا عندنا دلوقتي اتنين documents مفتحين واحد اسمه black calligraph وده زوم level بتاعه اللي هو الارقام اللي جنبه وده file تاني او document untitled لسه متسماش ولسه متعملوش save قبل كده هنمسك مثلا ال type tool ودي اداة الكتابة هندوس بيها ونكتب كلمة زي design مثلا وبعدين ندوس escape عشان نخرج برا الكتابة وبعدين هنمسك selection tool ونكبرها يعني ده مثال احنا مش مهم دلوقتي نعرف الخطوات قوي بالظبط ولس انا عايزين نسايف الفايل بتاعنا يبقى فيه اي حاجة في كلمة design ممكن نغير لونها من فوق للرمادي مثلا حاجة سريعة كده وبعدين ممكن نروح لفايل وبعدين هنعمل save as او save لو هو ما تسايفش قبل كده وبعدين هنسميه design text مثلا وهنختار المكان اللي عايزين يسايفه فيه من هنا والفورمات اللي هو معمول باي ديفولت على ai او adobe illustrator وده native file بتاع ال illustrator ده الفايل التصميمي بتاعك فيحبز ان انت تسايف ai الاول وبعد كده ممكن تسايف الفورمات التانية اللي انت عايزها زي مثلا pdf او abs وهكذا وبرده ممكن بعد ما تسايف الفايل بتاعك ممكن تعمل export الفورمات مختلفة زي jpeg او png او اي فورمات انت عايز تعمله exporting بس اهم حاجة بانك الفايل ال original اللي هو ال ai اللي تقدر تتحكم فيه تحكم كامل في التصميم بتاعك بعدين هندوس save هيظهر لك illustrator options او الحاجة version هتسايفها زي ما هي illustrator cc الا لو انت بتبعت الفايل بتاعك لحد بيستخدم حاجة قديمة قوي من illustrator ومش هيبقى compatible معاه في بعض الافكتس اللي انت ممكن تكون مستخدمه في الدكومنت بتاعتك زي مثلا واحد بيستخدم illustrator 3 يعني ما هزنش ان في حد بيستخدم illustrator 3 بس مثلا فهتختار ال compatibility بتاعتك تبقى illustrator 3 بالتالي ممكن يشيل افكتس معينة من الفايل عشان يبقى compatible مع ال version دي وبعدين هندوس اوكي كده انت سيفت الفايل بتاعك طيب لو مثلا عملت له تعديل زي مثلا غيرنا لون التكست بتاعنا او الكتابة هنروح لفايل تاني وندوس على save او command s للماك او control s للويندوز هتلاقي دايما الشورت قط مكتوبة في المينيو قدام كل order من ال orders وحاول دي تخليها دايما عادة عندك ان انت تدوس command s او control s كل شوية عشان تسيف البروجرس والتقدم بتاعك في الفايل علشان خاطر ما يدعش التصميم بتاعك لو حصل اي حاجة الكمبيوتر هنج النور قطع او كده ممكن تعمل save اقابل لو انت عايز تسيف نسخة تانية من الفايل او save as template ان انت تخلي الفايل دا عندك template لما تيجي تفتح ال illustrator تلاقيه بس دلوقتي هنعمل save وده كان درسنا عن ال interfaces اتمنى يكون عايبكم ونشوفكم ان شاء الله في الدرس اللي جاي اشتركوا في القناة